اهلا بكم في حلقة جديدة من قناة ابداع تيفي. البتاع دي غريبة جدا. ربا سابتا. طب ازاي? شوية حبل وخشبتين. ورغم كده لما بنعدلها بتهاف القوة. ده قدر تشيل متر. اهو عادي. جامدة. اهو الصافة. فضيعة. حبل اهو خيط حرير عادي. ولما بنتنيها بطلق تفكت. اهي مفكوك اهي. ولما بنواقفة تزبط بالشكل ده. بقى نشوف اللي بحكوك دي بتتعمل ازاي? يلا بينا نبدأ عشان ما نطورش عليكم. هنحتاج لها قطعتين خشب عشرة في عشرة. وقطعتين اتنين ونصف خمسة سنتي. وويدين خشب خمسة وعشرين سنتي. وانا احتاج خمس خيوط خمسة وتلاتين سنتي. وانا احتاج خلة اسنان. الحيتين العشرة في عشرة. هناخد آآ علام من كل جنب آآ حوالي من نصف سنتي بعد من آآ حرف الخشبة. وهنخرم كل واحدة خرم. الارباح تجناها وهنخرمهم. ببنطرفيعة. والحيتة الاتنين ونصف خمسة هنخرمها برضو. هنبقى ديمة مسان سنتي ونخرمها خرم. ونخرم الاتنين من جنب. والحيتة العودين الخمسة وعشرين سنتي. هنه هندور حرفهم بالكتر. هما على فكرة تخانت آآ حوالي اتناشر ملي. وهنعمل سخبة برضو في الخشب بتاعنا ببنطة اتناشر ملي. زباطنا الجنبين كده. كده بنخرم في الحتة بنسيب آآ آآ امت برضو اتنين سنتي كده ونخرم خرم في الحتتين. وهنجيب الحتة العشرة في عشرة. وهناخد آآ هنجيب النص القطع العشرة في عشرة. وبعد كده هنزبط آآ الحتة الصغيرة من النص وناخد خرم من الطرف. عشان يبقى ايه نص الخشبتين معانا مزبوط. وهنجيب العودين. هنجريهم. وهنركبهم. من جنب في الحتة العشرة سنتي. من عشرة في عشرة. والجنب التاني هركبه في الحتة اللي هي الخمسة سنتي. واما حاجة نزبطها ان هيكون زاوية قايمة. وهنعمل التاني هكذا. هنغريها برضو عشان تمسك وتبقى جامدة. اما حاجة كمه زاوية قايمة. بنفس الشكل كده. المياسات برضو ممكن تغيرها انت على حسب الحجم اللي انت عاوزه. هنجيب الخيط وهنركبه. وهنحط خلة خلة اسنان. وهنحط نقطة امير او سوبر جلو. وهنركب الخيط من الاربع في الاربع فتحات اللي عندنا. باستخدام خلة والسوبر جلو. الزيادات بنشيلها بآآ الصافة او مقصة او كده. المتاع عندك. وهنركب الجنب التاني. الاتنين لازم ان يكونوا عكس بعض. نتأكد واحنا بنركب الخيط بتاعتنا. عشان ما اتجونش حاجة خلفها. هما حاجة الخيط تكون نفس المآس. هنعملهم خمسة وتلاتين سنتي. هي دوبك بالرسم من الفتحة ايمي التلاتة ميلي. وبعد كده هنشيل الزيادة بالصاروخ. معنا ما تنشف. ركبنا الاربع هنقوم رحيم مركبين في جنب الفتحة الصغيرة اللي في الحيط القطعة الخمسة سنتي هنركب برضو باستخدام الخلة والسوبر جلو. وبنزور عليها بس سواني على ما بتنشف. وبعد كده بنعدم الفتحة التانية. عشان دي مركز اللي هيشيل معانا. برضو هنشد الخيط وهنركب خلة. وهنديها نقطتين صغير جلو. ونصبر عليها ونفضل مسكنها لحد ما تنشف. بعد ما الامير ينشف. بعد ما بينشف الامير بنشيل الزيادات بتاعتنا بالصفة او مص على حسب المتاح. كده تمام شغالة. هنشيل بقى الزيادة بتاعتنا الساروخ. كده تمام. الفكرة دي انا شفتها على قناة مع بعضين عجبتني جدا اوة ولت اشاركها معكم. اه الاستزامات بتاع قناة مع بعضين جميل جدا. وافكار واوعة سايب لكم رابط القناة بالوصف اسفل الفيديو. يا ريت تخشوا تفرجوا عليها. ومن لكم واحدة كمان باستخدام مسامير الحلقة ديت. اه بدون اه خلة اسنان والسوبر جلو. ممكن نحط عليها انتيكا بيبقى شكلها جميل. ممكن نحط عليها فازة ورد. هي حاجة بيبقى شكلها جميل. الفطل النظر. وزي ما اتعودنا مش تنطلب منكم الاشتراك في القناة. والاعجاب الا لو عجبكم الفيديو. والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.